صباح الورد وصباح الفل ونهاركم سعيد النهاردة الأربعاء 25-02-2015 طبعا حديث مصر والشغل الشاغل حاليا بعيدا عن ما حدثها طبعا أكيد في ليبيا وبعيدا عن حديث الرئيس السيسي اللي كان حقيقة يعني لكثير من الإجابيات هرتكلم عنها أكيد بشكل مفصل لكن أكيد الاتخابات البرلمانية وهي الخطوة القادمة بس أود تعالي صباح حالة دينا صباح الخير صباح الخير يا شريف مرة تانية مصابعة لكل سيدة المشاهدين يوم جديد نهاركم سعيد احنا موجودين معاكم على مدار ساعتين على الهواء مباشرة أنا هكمل على كلام شريف وحديث المصريين خلينا نتكلم كمان على سعيد الفني كان في الأوسكارس فالناس كلها كانت مهتمة بالأوسكارس وكانت مهتمة بالجوائز ودايما الأوسكارس لازم تاخد طبع سياسي شوية فده اللي أحزنا في سبيتشز اللي كانت موجودة من الفائزين بالجوائز وقد يتكلموا عن أمريكا وأن أمريكا مش زي ما الناس كلها متوهمة أن فيها الحرية وفيها الديمقراطية بالعكس فيها مشاكل ومشاكل كتير جدا قريبا من مشاكل نحن شخصين أو المشاكل اللي بيمر بيها أو اللي بتمر بيها أي دولة فمعنا النهاردة فقرة مخصوصة عن الأوسكارس وهتكون مع السيد رامي المتولي ونقد السينمائي وهنتكلم عن جواز الأوسكار لـ 2015 أكيب يبدأ يومنا دايما بفقرة الصحاطة ومتابعة لأهم عنوين الصحف اليومية وهيكون معانا أحمد سعد الدين الصحفي بالأهرام العربي وهيكون معانا كمان فقرة اللواء أحمد عاصم وضيفه هيكون اللواء محمد أيمن هو نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية وموضوعه هتكون طبعا فقرة عن المرور تطويل التعليم هو أعتقد الأولوية طبعا فيها أوليات كتيرة جدا في مصر حقيقة الفترة اللي جاء لبناء دولة وبناء بلد عصري مستقر ويقدر نتقل أننا موجودين على الخريطة الدولية وأعتقد أن أهم مشاكلنا لازم نعترف بداء التعليم وعشان كده هناك خطة حقيقية طموحة جدا من الدولة لتطويل التعليم في مصر وأيضا استعانى بالخبراء الأجانب اللي هم باع في هذا الموضوع زي ما كان زمان الحقيقة وحيكون معانا فقرة خاصة جدا عن هذا الموضوع هنتبعها وأخيرا هيكون معانا فيلم حلوان أنا وده للمخرج محمد عادل وطبعا هو حصل على العديد من الجواز ومهرجانات مختلفة لكن هو كان صاحبي بعد جد تجه للإخراج فهنكلم معايا عن فيلمه حلوان أنا فاصل رح نبدأ على طول معاكم وتابعة أهم عن عين الصحف اللي هي كتيرة جدا تابعوا